السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد كل سلام طيبين السنة الجديدة على الأبواب تعال نشوف مع بعض ازاي ممكن نعمل كالندر للسنة الجديدة على الـ Power Query خد بالك مش بس السنة الجديدة لو فتحت الـ Drop Down Menu هنا هتلاقي ممكن تختار السنوات من أول 1900 لغاية سنة 2050 وعندك كل الشهور على يمين هنا وادي الأيام وادي أرقام الأيام ممكن تقلب عن طريق السلايسر فبراير مارس ابريل زي ما انت عايز او تروح هنا من الـ Drop Down وتغير السنة وراية تكليك ورفرش ادي سنة 2022 ومعاك لغاية سنة 2050 تعال مع بعض السرعة نشوف بيتعامل ازاي هنبدأ مع بعض من الـ Excel sheet فاضية خالص هنروح عند الـ C3 ونكتب كلمة Ear وندوس Enter مفروض هنا احط السنة بتاعتي لكن انا عايز اختارها من Drop Down فممكن اروح على الجنب شوية وليكن عند W3 واعمل هنا قائمة منسادلة عشان اعمل قائمة منسادلة محتاج اعمل الأول لستة اللستة دي هيكون فيها السنين من أول 1900 لحد 2050 عشان اعمل كده ممكن استخدم معادلة Sequence حدوس على equal sequence seq اول اختيار هو sequence عايز number of rows انهم حوالي 151 سنة يبقى number of rows 151 وبعد كده number of columns 1 هو default هفوتها واعمل كاما start name من 1900 وبعد كده اقفل معادة sequence ودوس enter ادى لك لستة من أول 1900 لحد تحت خالص 2050 نرجع ثاني وعند السل دي ثلاثة ونعمل هنا validation هنروح على data وبعدين نروح على اختار validation من validation هختار list انا عارف الريفرنس بتاع السل بتاعتي هنكتب equal W3 بس خد بالك انا عايزها absolute فهعمل F4 وراها اعمل hash عشان يقدر ياخد كل القائمة المنسادلة اللي عملناها عن طريق معادلة sequence ودوس على ok وتعالى نرجع ثاني ونجرب القائمة بتاعتنا هتلاقيها شغالة معاك من 1900 لغاية 2050 انا محتاج بس 2021 دلوقتي اقدر اكتبها ب ايدي طالما انا متأكد ان هي جوه اللستة دلوقتي انا محتاج اودي 2021 دي جوه power query ممكن احاوله table ولكن هناك طريقة اسهل من كده رقم واحد سهل قوي ممكن ان انا اديله اسم لو اديته اسم اديت name للسل اللي اسمها دي 3 اقدر ابعتها على طول على power query ممكن اعمل كده ازاي لو اخترت انا عايز سميها اير خد بالك 2021 اللي موجودة دي 3 ممكن اعمل ازاي ممكن اختار واروح من على formula المنيو بتاعة formula وفوق خالص هلقي حاجة اسمها define name وتحت define name اسمها create from selection لو اخترت create from selection هيفتحي الويندوز الظريفة دي وهيقول لي انت عايز الاسم اللي على الشمال اهو بيقولك left column create names from values in the left column اه انا عايز الاسم اللي على الشمال ده هدوس على اوكي هو كده خلاص سمالي cell اللي اسمها دي 3 سمها يير لو روحت هنا هتلاقي name bar مكتوب فيه كلمة يير وانت واقف على دي 3 ولو روحت اي حتة وحاولت تختار يير حيوديك على دي 3 يبقى انت كده تمام ازاي يوديك كلام ده power query من data نفس الايكون بتاع table or range لو دوست عليه كده خلاص فهم ان انا عندي range وان انا واقف على range والرانج ده خلاص هيروح directly على power query على اليمين هتلاقي الكويري اسمها من اسم range year وهتلاقي applied steps source و change type change type انا مش محتاجه دلوقتي ممكن اعمل delete خلينا نركز على source طبعا excel.currentworkbook دي function مشهورة واشتغلنا بيها قبل كده راح جاب من range اللي اسمه name ال content بتاعه اللي هو عبار عن سنة 2021 خد بالك انا مش محتاج ال table ده خالص انا محتاج ال value بس عشان اخلي ال table عبارة عن value ممكن اختار ال value انا عايزها واعمل right click واقول له drill down اول ما هعمل كده هتلاقي اتحولت الى رقم عبارة عن 2021 طيب اعمل ايه بعد كده ممكن اعتبر الكويري دي عبارة عن query مرحلية هستخدمها عشان ابني عليها queries ثانية فخلاص انا الحد هنا مش عايز حاجة اكتر من كده عايز query اسمها year بتاخد الرقم اللي جايلي من ال excel اللي هو في الحالة بتاعتنا 2021 دلوقتي بقى عايز query جديدة اعملها منين ممكن اروح على home على اليمين خالص new query حاجة اسمها new source واختار other sources واختار blank query هيفتح لي query جديدة خالص واسمها query number one تعال انا اديها اسم انا عايز ادي ال query دي اسم واسميها start date او تاريخ البداية هعمل ايه بال query دي عايز اروح اجيب السنة اللي موجودة هنا وحولها لتاريخ البداية طبعا تاريخ بداية السنة هيكون واحد واحد السنة الفلانية يعني 21 اول يوم فيها وواحد واحد 2020 في معادلة زريفة زي معادلة ال excel اللي احنا بنعملها في ال excel بتاع date في واحدة شبهها في query بس انت تحط قابليها hash فهعمل equal واعمل ال hash pound وبعد كده اكتب date small خد بالك query case sensitive فحكتب date small وبعد كده افتح ال close وعايز اديله السنة اللي اجبتها من ال excel اللي موجودة في query اللي اسمها year فممكن على طول اكتب له اسم من ال query اللي هي year وبعد كده كاما ال parameters خد بالك زي ال excel بالزبط اول حاجة عايز السنة وبعد كده عايز الشهر وبعد كده عايز اليوم السنة اللي تتهايله خلاص جايله من ال query هتبقى 2021 الشهر هو شهر يناير اللي هو رقم واحد واليوم الاول في شهر يناير رقم واحد كده جاهزة تعال نجرب ادتك واحد جانيوري 2021 بس انا مش محتاج التاريخ انا محتاج الرقم اللي يمثله التاريخ احنا اتفقنا ان ال excel بيرقم التاريخ من اول 11900 توقيم تصعودي فلو انا عايز الرقم المكافئ ممكن اجيبها زي ما عملناها في فيديو قبل كده بتاع ال power pivot لما قلنا زي ممكن نعمل calendar tables فممكن اعمل هنا اجيب على طول الرقم المكافئ للتاريخ 1.1.2021 عن طريق معادلة اسمها number.from خد بالك لازم تراعي small والcapital ممكن بعد كده افتح اقفل القوس بتاع number.from واول ما حدوس enter هيحول هايزر حاج شاف كده الى رقم بعد اما كان التاريخ بقى عندي start date عبارة عن رقم وعندي إليير مستنتج او مبني على إليير اللي هي 2021 الجالي من الإكسل محتاج اعمل واحدة تانية اختها بالزبط فيها ال end date بتاع السنة لو قفت على start date دي وعملت right click ممكن اقول له duplicate هيديني واحدة تانية بنفس الاسم بس جنبه رقم 2 double click عليها ممكن اغير اسمها من هنا end date وادوس enter هنا نفس اللي عملناها بالزبط كل الفرق انا هغير الشهر اخر يوم في السنة هو يوم 31-12 فالشهر بدل ما هو واحد هخليه واليوم بدل ما كان يوم واحد هخليه يوم 31 ولو دست علامة الصح ده الرقم الجديد بقى كده عندي السنة واول يوم في السنة واخر يوم في السنة كل الكويريس دي بستخدمها في اعداد الكويريس الاصلية لكن هيا نفسها انا مش هستخدمها في الاوبوت او في الريبورت النهائي بتاعي فحاجة دلوقتي بقى عايزين نخلق الكالندر بتاعتنا هعمل الكويري جديدة هروح على home menu source هختار from other sources blank query والمرة دي بقى ممكن اسمي الكويري دي كالندر منع الشمال الكويري نيمز كالندر ودوس انتر وتعالى نحاول نخلق مع بعض لستة بالتواريخ من اول 1-1 الى حتى 31-12 احتفقنا قبل كده لو حبيت اعمل لستة جوه الكويري ممكن اكتب equal وافتح كيرلي bracket واقول مثلا عايز لستة من 1 ل 10 فممكن ادوس 1 وبعدين نقطتين وبعدين اكتب 10 ولو عملت علامة الصح هتلاقي لستة من 1 ل 10 اتكريتت بشكلة القيزة حق شايف يبقى انا مكان الواحد دي ممكن اقوله start date وممكن كمان reference الكويري التانية اللي اسمها end date والنهاردة بقى اعمل علامة check فعملك لستة بالdates من اول يوم واحد لحد يوم 31-12 انا كده جاهز ممكن احاولها لتابل خد بالك يا كده list ممكن من هنا اقوله convert to table لوحده هيحاولها لك الى table فيه warning message مفيش مشكلة اقوله اوكي ادالك table جديد column 1 وسمي الكلوم ده دلوقتي date ودوس enter date type بتاعته abc123 انا محتاجة اخليها date كده انت تمام محتاجين بقى نزود شوية columns فروح لي على طول على add column وروح على طول على date من date تعالى نبدأ بالdays اول حاجة محتاج رقم اليوم هاختار day هيزود لي عمود في رقم اليوم ارجع اختار date ثاني روح على date مرة تانية بعد كما محتاج اسم اليوم حد 2-4-5 محتاج الاسم يكون ثلاثة حروف ممكن اختار day name ولكن الوقت يروح على transform وهي عايزك تروح على extract موجودة في text column ممكن تقوله first characters اختار ثلاثة ودوس enter بقى عندك زي ما انت شايف friday saturday مختصرة بدل ما الاسم موجود بالكامل محتاج حاجة تانية من dates ارجع تانية على add column خد بالك معظم الحاجات اللي ممكن تعملها من add column ممكن تعملها من transform الفرق انك اللي عملتها من transform يعني مثلا لو اخترت date وروحت على date من هنا ومثل لو سمحت عايزة day واخترت day سيغير العمود ده نفسه ويخبرك ارقام الايام لكن انا ما كنتش عايز كده ارجع تانية على add column محتاجين شوية حاجات تانية لسه من add column المرة دي انا محتاج حاجة هي علاقة بالاسابيع هروح على week ومن week هختار week of year هيديني ارقام الاسابيع لو فتحت هنا هتلاقي ارقام من 1 ل 53 دي ارقام الاسابيع اللي موجودة جوه سنة 2021 ليه محتاجها؟ لان بعد كده لما احجي احط ايام الاسبوع احطها بالعرض او احطها في columns كل سطر المفتوض يكون في اسبوع تقريبا فمحتاج حاجة يكون فيها محتاج column يكون فيه ارقام الاسابيع الاسابيع بالشكل اللي حراك شايفو قبل ما نحط اسامي الاسبوع بالعرض نحطها في columns علشان نحص تحتيها ارقام الايام ويبقى شكل الكلندر محتاج اعمل حاجة في ال date لان لو ستوا ايام منفاصلة كده حيبقى فيه تكرارات ملاهاش اي لازمة فمحتاج اخلي ال date ده يمثل شهر بس مش عايز يبقى date عايز يبقى شهور بس مش عايز اسم الشهر انا عايز اول يوم من كل شهر فهختار المرات ده date خد بالك بقى هروح على transform من transform هروح على date وهروح على month واقوله بقى start of the month يعني عايز برضو ارقام تواريخ لكن كل الشهر يكون فيه بس يوم بتاع الشهر طيب وليما ابتهى الشهور لاني محتاج الترتيب محتاج جانيور يبقى في الاول وديسامري يبقى في الاخر لو قلبتها باسامي الشهور سيبقى ترتيب الموجود ترتيب الفاباتيكل يلا بقى نعمل عملية pivot هختار day name هروح على حتة any column وهقوله لو سمحت اعمل pivot column هيقول لي ماشي انا ممكن اعمل pivot column بس عايز اعرف ال value بتاعتك فين انا عايز تحت اسامي الايام يكون ارقام الايام يعني يوم واحد يبقى تحت recent friday ويوم اثنين تحت ساتر day وهكذا يبقى ال value موجودة فين موجودة في ال day مش في ال date يبقى حقوله لو سمحت انا عايز ال value اللي في ال day لو سبتوا على كده هيعمل تجميع حيجمع يوم واحد مثلا ان قادي عندك هو friday هيجمع واحد زائ التمانية يبقى تسعة وبعدين يضع على friday تاني خمستاشر يجمع يوم خمستاشر وهكذا ده مش انا عايزه بالزبط فهروح على advanced option اخد بالك default بيعمل aggregation بال sum لا انا عايزك تعمل don't aggregate متجمعش او ممكن minimum او ماكس لكن خلينا don't aggregate مثلا ونقول له اوكي ادي بالزبط اللي انا عايزه ادي ايام الاسابيع بقت بالعرض و ادي حضرتك هنا الشهور دي تمثل الشهور ولو بصيت هتلاقي الموضوع كله عبارة عن ايه 63 رو بس مش اكتر من كده طيب نعمل ايه تاني الوقت week of the year ده خلاص موجودش احتياج تاني انا خلاص استعملته مش محتاجه right click وهقول له remove date بدل ما هو موجود زي ما انت شايف كده بتواريخ محتاج يبقى اسم الشهر بقى المرة دي خلاص انا الترتيب خدته خلاص ما عنيش مشكلة ممكن احوله الى اسم شهر من transform برضو هروح على date هروح على month وهاختار name of the month فهيقلبهولي ادي جانيوري فابوري مش عارف ايه كام ده كله برضو عايزه اختصار ثلاث حروف ممكن برضو زي ما انا transform اروح على text column extract واقول له first characters وبعد كده اختار ثلاثة ودوس enter ادي ايه جان فاب مارش وهكذا الدنيا زي ما هكشف كده بالزبط بعد كده عندك ترتيب الاسابيع ترتيب ايام الاسبوع محتاج اثبوته friday وسaturday المفوض يبقوا في الاخر وابدأ من اول sunday فهروح على friday وانا واقف برضو على transform فيها اسمها move هقول له move to end هوادي friday في الاخر وبعين ارجع تاني اختار saturday ونفس الحكاية اقول له move وادهلك حركة في الاخر كده بقى ترتيب الاسبوع ماشي بشكل هايل جدا ووادي كل خطواتك الوقتي انا جاهز ممكن اعمل close and load هروح على home close and load close and load to اخد بالك انا محتاج الكويري بس يحصلها والباقيين مش محتاج اعمل لهم اي لودن بس دلوقتي عشان انا بلود الاربع مع بعض فاي حاجة هختارها هنطبق على الاربع فعشان اعرف ازبط نفسي في القصة دي هقول له only create connection وادوس على اوكيه هلاقي عندي الاربع كويري وبعدين اروح على الكلندر الوحده هقول له right click ولو سمحت اقول له load 2 ومن import data بقى window اختار table عادي خالص ممكن اروح على B6 مثلا واقول له اوكي هتلاقي الوحده عمل table هذه table بتاع حركة هاو اللي فيه الكالندر السنة بالكامل كلها تحت بعض تعالى بقى نجرب نغير السنين من هنا اقول له 2022 وقف هنا وقول له right click و refresh جاب لك سنة 2022 وهكذا تعالى نرجع على 21 تعالى بقى نعمل شوية formatting عشان نظبط الدنيا وتبقى نفس الشكل اللي شفناه في الاول محتاج اكبر شوية الساعة بتاعت الروز فهاختار كل السطور واي اكبر شوية بشكل حاجة شفته ده ومحتاج برضو اعرض شوية columns فهاعرضها بالشكل ده كده شكلها احسن شوية طيب انا محتاج اصبط الفونت فحاقف جوه اي سال جوه التابل وعمل control A هيختار التابل بالكامل هروح على home انا 11 ممكن اخليها 12 وبعدين ممكن اخليها bold وممكن اختار لون يكون مثلا رمادي بلاش الاسود الغامق ده اختار رمادي غامق شوية محتاج اقف اصبط الهيدر هقف على هيدر اخليها 14 واخليه center ممكن اشيل الزراير بتاعت الفلتر فحروح على table design وهيسمع filter button ممكن اختار تاني البقية الجدول وارجع تاني على home ولو سمحت عايزك تبدأ من فوق فممكن اختار دي اخليه يبدأ الكلام من فوق فكده اعتقد الشكل مش بطال ارجع على table design او ممكن اختار شكل رمادي زي اللي كنو مختارينه برا ادي كل styles اللي موجودة ممكن اختار ال style ده فكده الشكل اهو قرب من احنا عاملينه ادي year و year 21 ممكن بقى خلاص استقارت على الشكل ممكن اخد مثلا سطرين من دول كده اختار two cells من هنا واستخدم الفورشة واقبي نفس الفورماتينج هنا انا مش محتاج بقى الكلام بتاع ال date ده مش محتاجه هنا اللي هو بقى فيه شهور دلوقتي ممكن اختاره واعمل right click واقول له hide مش محتاجه لكن محتاج اقدر اعمل filtration بالشهر فممكن وانا واقف جوه ال table اروح على table design واقول له insert slicer واختار date ده اللي كان فيه شهور وهيعملي slicer زريف كده في dates فممكن بعد كده مثلا اخليه ثلاثة column سليسر وانا نقف عن جوه سليسر سليسر اختار ثلاثة او حتى اربعة column ممكن اعرضه شوية واصغاره شوية بحيث ان هو ياخد شكل مظبوط طيب الوقت اللون بقى مش ماشي مع بعضه ممكن برضه من slicer options هنا هلاقي لون زي الرمادي ده وممكن بقى ابدأ اعمل filtration ادي شهر يناير ادي شهر فبراير ممكن نقفل ده اختار الشيت كلها وروح على view وشلي ال grade lines نقلب السنين خد مثلا سنة 2022 واعمل right click ويقول له refresh بص حصل تغيير في التابل مفيش مشكلة اعمل undo مفيش مشكلة خالص واندو مرة كمان واندو مرة كمان عشان يقلب السنة ويروح على table design هتلاقي حاجة اسمها properties وهتلاقي حاجة اسمها adjust column width اعمل uncheck عليها وقل له اوكي تعال لوقتي اختار 2022 اعمل right click وقل له refresh الارقام تغيرت والtable زي ما هو ممكن تقلب برضو في سنة 2022 بالشكل اللي رياحك ممكن تختار اي سنة من اول سنة 1900 لغاية سنة 2050 دماء خفيف وكسون طيبين واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي في السنة الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته